أربعون ألف فلسطينيين يقطعون حواجز الاحتلال ويؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك في الوقت الذي انتشرت عناصر شرطة الاحتلال أمام أبوابه بكثافة واحتجزت هويات العشرات ومنعت العديد من المواطنين من الدخول ما دفعهم للصلاة في محيط باب الأصباط تأتي هذه الحشود لإعمار أولى القبلتين وسط مخاوف من إغلاق باب الرحمة بعد أن أصدرت محكمة الاحتلال أمرا بإغلاقه وأعطت الأوقاف حق استئناف القرار حتى الحادي عشر من الشهر الجاري أحد مصليات المسجد الأقصى قديما ومغلق من سنة 2003 من أمر من حاكم عسكري ظالم وهذا لا يستحق الإغلاق لأنه جزء لا يتجدأ من المسجد الأقصى والآن الحمد لله وبفضل الله منذ شهر تقريبا ثلاث أسابيع لقد فتح هذا المصلى والحمد لله نحن نصلي بكل أريحية والاعتداءات مستمرة على إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى وعلى أبواب الأقصى منذ أكثر من أسبوعين اعتقلت قوات الاحتلال نحو 130 مقدسيا بينهم كبار المرجعيات الدينية واصدرت حظرا مؤقتا على الوصول إلى باحة الحرم طال نحو 60 مواطنا ولكن ذلك لم يثني أهل القدس عن استمرار الاعتصام أمام باب الرحمة بمشاركة كبيرة للنساء في يوم المرأة العالمية يعتقل حراسنا نحن صامدين إن شاء الله إلى يوم الدين حتى لو انه اعتقلوا كل ياتنا ما بيقدروا يعتقلوا كوة السماء وملائكته اللي هي حامية الأقصى فأنا بقول لهم خسئتهم باب الرحمة إلنا وبإذن الله لن يهون علينا الأقصى لن يهون علينا بإذن الله نحن وأولادنا وكل ما نملك في ذاكرها أقصى دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مصرة على ضرورة استجابة الاحتلال لمساعي ترميم مصلى باب الرحمة فالمبنى أصبح آيلا للسقوط وتتسرب المياه إليه من جميع الأماكن معركة باب الرحمة المغلق منذ عام 2003 بفعل قرارات الاحتلال لم تنتهي عند فتحه قبل أسبوعين بل هي معركة مستمرة ليثبت المقدسي ألا سلطة للاحتلال على مقدساته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر